يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك عبادة كان يعملها في صيام التطوع وذلك لأن الناس لاحظوا ذلك عليه وتحدثوا عنه وأنه يفعل هذه العبادة فأراد أن يفركها لفترة ثم يعود فهل له ذلك وما معنى قول بعض السلف ترك العمل لأجل الناس ريئة والعمل لأجل الناس نفاق لا يجب أن يحشى الناس بل يحشى الله سبحانه وتعالى ويستمد على طاعته وعبادته ولو أن الناس تحدثوا عنه وإذا تحدثوا عنه وهو لا يريد هذا وإنما تحدثوا عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن فإذا أثنوا عليه الخيرا وهو لم يجد منهم يثنون عليه فهذه البشارة من الله سبحانه وتعالى لأنهم شهدوا له بالخير فالمسلم لا يريد يترك العمل من أجل الناس أو من أجل الرياء لأن هذا من الشيطات فلا يحمل لأجل الناس ولا يترك العمل من أجل الناس وهو العبارة التي ذكرها صحيحة لتعالى